ترجمة نانسي قنقر من خدمات مركز اتصال خدمة العملاء أثناء القيادة على الطريق وستتوفر خدمة تلقي المعلومات عبر تطبيقات الهواتف الذكية لجميع مشتري سيارات تويوتا الجديدة بشكل مجاني للسنة الأولى كما سيتمكن العملاء الذين يمتلكون سيارات تويوتا قديمة استخدام هذه الميزة أيضا عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية والتي تعمل بنظام تشغيل iOS أو نظام تشغيل أندرويد مع رسوم للخدمة يمتاز نظام الملاحة بشاشة عرض للخرائط مع توجيهات صوتية واضحة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك لدعم السائق عن طريق اقتراح مسارات بديلة لوجهاته وسيحتاج السائقون ثلاث نقرات فقط لتشغيل هذه الخدمة إذ يتم الاتصال بمركز خدمة العملاء بالنقرات الأولى ومن ثم فتح رسالة وإرشادات مركز خدمة العملاء بالنقرات الثانية ليبدأ الجهاز بتلقي التوجيهات المتعلقة بالمسار بعد النقرات الثالثة كما سيتم تقديم خمسة مسارات مختلفة أقصر مسار إلى الوجهة وأفضل مسار والطريق الرئيسي إضافة إلى المسار الذي لا يخضع لأي رسوم ومسار آخر بديل كما قامت تويوتا بتوفير خصائص حصرية لقائدة عملائها في الشرق الأوسط ومنها خدمة تعقب المسار على الطرق الوعرة والتي يمكن استخدامها للقيادة في الصحراء حيث تعمل هذه الخدمة على إظهار المسار الذي تسلكه المركبة على الخارطة وصولا إلى الموقع مما يتيح للمركبة تتبع نفس المسار في رحلة العودة هذا وتقدم تويوتا أيضا خدمات منبه مواقع الصلاة والمعالم ثلاثية الأبعاد وتفاصيل قبلة الصلاة كما أنشأت تويوتا مركز اتصال في دبي لتتواصل بشكل أقرب مع عملائها في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات للعملاء لضمان تشغيل ناجح لهذه الخدمة ويذكر أن منطقة الشرق الأوسط ستكون ثالثة منطقة في العالم تطلق تويوتا فيها خدمات تلقي المعلومات عبر تطبيقات الهواتف الذكية بعد اليابان وتايلاند لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.speed.com